هذا الظهور الإعلامي كيف دكتور ريشام اللي وصفته حضرتك فيما يتعلق باحتلال تدمر من جديد ليظهر أو يثبت ظهوره من جديد تنظيم داعش الإرهابي إلى أي درجة هو مرتبط كتوقيت بموضوع قتل القيادي في الرقة بسبب غارة للتحالف بكر الحكيم حقيقة نعم التنظيم استنزب من حيث قياداته واليوم حينما تأكد مقتل أبو بكر الحكيم القيادي التونسي المعروف حقيقة هذا دليل على أن داعش بدأ يفقد بما يعرض بأن سوريا عن مكاتب الخارجية التنسيق الخارجي للعمليات الخارجية أو لا مغنى يتميزون بدرجة عالية من الأمنية والصياده دليل على أن التنظيم لا يستطيع أن ينحظر حتى على قياداته الذات الأمنية العالية والخصوص الأمنية العادية كون الحكيم يعد أحد العقول المدبرة لهجمات داعش الخارجية كيف سيؤثر هذا في التنظيم حتى خارج العراق بوجوده خارج العراق وسوريا غالبا هذا النوع من القيادات بفقده تبقى كثير صلاة الوصل بين الشبكات الخارجية والداخلية وبالتالي هم الآن في حالة عدم توازن ويحتاجون إلى أيام وربما أسابيع في سبيل إعادة تلك الوصلات الرابطة بين الشبكة الخارجية والداخلية حيث الغالب هؤلاء لا يتقون إلا بأنفسهم وبالتالي لا يشركون أحدا معهم في تبادل المعلومات أو حتى في تبادل تلك الوصلات الرابطة بين الخارج والداخل في أرض الصراع أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة اشتركوا في القناة